In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, dear my students, welcome to our educational channel, and today we will explain a new lesson in English, today we will have auxiliary verbs. طلابي الأعزاء في كل مكان، مرحبا بكم في قناتنا التعليمية، النهاردة إن شاء الله هنتناول مع بعض درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية ألا وهو الأفعال المساعدة، الأفعال المساعدة دي بنقول عليها بالإنجليش auxiliary verbs أو helping verbs، طب هي سميت ليه أفعال مساعدة أو يعني إيه أفعال مساعدة؟ في الأول لازم نعرف إيه هي الأفعال المساعدة في الإنجليش، هما ثلاث أفعال أساسيين، إيه هما؟ عندنا verb to be, be اللي بتنقسم إلى am, is, are وده موضوع درس النهاردة, verb to have اللي هو فعل يملك بتنقسم إلى has, have, had وعندنا verb to do اللي هو فعل يفعل اللي هو do, does, did يعني أفعال مساعدة طيب، الأفعال المساعدة دي هي سميت أفعال مساعدة لأن معناها هي الأفعال التي تساعد الأفعال الأساسية، الأفعال الأساسية اللي هي المين verbs في تكوين الأزمنة والجمل، زي المثال اللي قدامنا ده I am reading a book now فين هنا الفعل المساعد وفين الفعل الأساسي؟ الفعل المساعد هنا اللي هو am اللي هو مشتق من verb to be verb to be قلنا am is are تمام؟ فهنا am هو ده الفعل المساعد طب فعل مساعد لمين؟ للفعل الأساسي اللي هو reading I am reading a book now إني أقرأ كتاب الآن طبعا كلمة am كأحد أفعال الكينونة أو فعل يكون هو مساعد للفعل الأساسي اللي هو reading تمام؟ طيب، إحنا النهاردة إن شاء الله مش هنتناول التلات أنواع دولي إحنا هناخد verb to be بس تمام؟ بالتفصيل verb to be معنى فعل يكون طيب، بيتكون من إيه verb to be أو بينقسم إلى إيه؟ في المضارع بيتكون من am is are والماضي بيتكون من أو بينقسم إلى was where once more مرة تانية verb to be في المضارع بينقسم إلى am is are في الماضي بينقسم إلى was where تمام؟ طيب، تعالوا نتكلم بالتفصيل أكتر عن موضوع verb to be in the present and in the past في المضارع يا جماعة احنا جلنا بينقسم verb to be إلى am is are طيب، يا ترى نافية am إيه؟ am not وبالمناسبة، عفوا، كلمة am يا جماعة ملهاش نافي مختصر، يعني مفعش أقول am and تمام؟ والنقطة دي أو الملحوظة دي هتفيدنا جدا في موضوع السؤال المزايل بعد كده إن شاء الله أما is لها اختصارين، يا إما is not، يا إما isn't تمام؟ are نفيها are not أو aren't طيب، am و am not بتاخد أنه ضمير؟ بتاخد الضمير I يب am و am not النفي بتاعها بتاخد الضمير I يعني جول I am أو I am not عندنا is و is not أو isn't بتاخد الضمائر الثلاثة المفرد he, she, at أما are و are not أو aren't بتاخد الثلاثة الضمائر الجامع الباجين اللي هما you, we, they طبعا أو أي اسم إيه جامع و is و is not و isn't بتاخد he, she, it أو أي اسم إيه مفرد تمام؟ عندنا بعد كده verb to be in the past فعلي يكون في الماضي احنا قلنا بينقسم إلى إيه جامعة؟ بينقسم إلى was, where was مع المفرد تمام؟ اللي هي I, he, she, it و where مع الجامع مع you, we, they أو أي اسم جامع طبعا ترى نفيه was a, was not أو wasn't نفيه were, were not أو weren't نرجع مرة تانية لverb to be in the present فى المضارع و نقول حاجة مهمة يا جماعة أن am و is و are لها contracted forms أو أشكال مختصرة am اختصرها apostrophe am is اختصرها apostrophe s و are اختصرها apostrophe re تمام؟ ده بالنسبة لverb to be in the present and in the past نلخصهم مرة تانية كده بسرعة الرب to be فعلي يكون في المضارع بينقسم إلى am is are و في الماضي إلى was where am نفيها am not is نفيها is not أو isn't are نفيها are not أو aren't was نفيها was not أو wasn't where نفيها were not أو weren't تمام؟ تعالوا ننتقل للأمثلة اللي بعد كده الجدول اللي مكتوب قدامكم ده مجسم لخنتين أول خانة مكتوب فيها من فوق today today معناها اليوم والخانة التانية yesterday yesterday معناها ايه؟ بالأمس لو احنا لاحظنا ان كلمة today دي هتاخد verb to be in the present فعلي يكون في المضارع اليوم ده حاجة بتحصل دلوقت مضارع أما yesterday بالأمس ده حاجة ايه؟ حصلت فأكيد هتاخد verb to be in the past فين في الماضي تعالوا نشوف الجملة الأولى اللي قدامنا بتقول ايه؟ he is at the club يعني هو يكون في النادي طبعا هي هنا مفرد فأقولنا ايه؟ is ما ينفعش أقول ام ولا ار طب لو احنا عايزين ننفي ايه يا جماعة ممكن نقول ايه؟ he isn't أو he is not at school يعني هو ليس في المدرسة أو لا يكون في المدرسة المثال اللي بعد كده they are at school يعني هم يكونوا في المدرسة طيب لو هما مش في البيت عايزين ننفي كلمة are هنقولها ازاي؟ they aren't at home يعني هما مش في المنزل تمام؟ هنا هنا في is isn't و هنا في are aren't عندنا بعد كده الجمل اللي هي متعلقة بالماضي اول جملة بتقول ايه؟ i was at the cinema yesterday يعني انا كنت في السينما بالامس هنا عشان فيه كلمة دلالية على زمن الماضي اللي هي كلمة yesterday بتدل على الماضي عشان كده قولنا was ومقولناش where يا جماعة لان I وهي وش هي وقت بتاخد was طب نفي was ايه؟ الجملة اللي بعد كده I wasn't at the restaurant انا مكنتش فين في المطعم يبقى انا في was wasn't بعد كده الجملة الثالثة they ده ضمير جمع عشان كده هتاخد where they were at the bookshop yesterday يعني هم كانوا في محين اللي بيع الكتب او مكتبة اللي بيع الكتب بالامس عشان في yesterday هنا فمنفعش نقول are فجولنا where المثال اللي بعد كده they weren't at the hospital هم مكنوش فين في المستشفى فنفي where هنا ايه weren't طبعا من خلال الامثلة اكيد واضح verb to be في نقطة مهمة جدا يا جماعة لازم نخلي بالنا منها مع verb to be بالتحديد اللي هو الاستخدام بتاعه بيستخدم verb to be قبل الاسم والصفة والرقم والضمير وحرف جر نقول تاني verb to be دا اللي هو am is are بيستخدم فين او امتى قبل الاسم بيجي قبل الاسم يعني او الصفة او الرقم او الضمير او حرف جر تعالى ناخد الامثلة اللي قدامنا دياتي ونوضحها اول مثال عندنا بيقول ايه they are from syria يعني هم يكونوا من سوريا من دولة سوريا لو لاحظنا هنا يا جماعة ان verb to be هنا اللي هو مين are جي فين قبل حرف الجر اللي هو كلمة from طبعا انا اعملكوا حرف الجر هنا او الملاحظات دياتي highlighted باللون الاصفر عشان يوضح اكتر تمام بعد كده الجملة التانية I am your teacher يعني انا مدرسك او انا مدرسكم تمام هنا كلمة am هو verb to be جي فين قبل الضمير طبعا هنا صفة الملكية او كلمة you yes عندنا بعد كده he is 37 هو عند 37 عام او سنة فين كلمة verb to be هنا بتتمثل في كلمة is جات فين قبل الرقم اللي هو 37 تمام تشوف بعد كده المثال الرابع she is happy she is happy يعني هي سعيدة verb to be هنا اللي هو is جي فين يا جماعة قبل الصفة اللي هي كلمة happy تمام بعد كده اخر مثال he is علي يعني هو يكون علي فين verb to be هنا اللي هو is جي فين في الجملة دياتي بالتحديد قبل الاسم اللي هو علي تمام اخر حاجة هناخدها في verb to be او فعلي يكون اللي هو عمل السؤال باستخدام verb to be لما نبدأ يا جماعة السؤال ب verb to be اللي هو am is are was where بمعنى ان احنا لو عملنا مجص ما بين مثلا he is وخلناها is he او اي ان كانت they are خلناها are they او مثلا i was بجيت where you او they were where they اي ان كانت لو بدأنا بيها السؤال هيكون معناها ايه هيكون معناها هل تمام لان احنا خدنا في حلقة how to make a question اشان ازاي نحنا نكون سؤال ان السؤال في نوعين السؤال بفعل مساعد او ناقص وسؤال بعدات استفهام a verb to be ده من الافعال المساعدة تمام فلو بدأنا به السؤال هيكون معناه هل ده معناه ايه يا مستر ان الاجابة لازم تكون yes او no طب لو ما بدأنا السؤال بverb to be هيكون شكله ازاي اول حاجة جماعة هنبدأ بverb to be اي ان كان في المضارع او الماضي تمام في المضارع هيبقى am is are في الماضي هيكون was where زائد ايه بعد كده بعد كده السبجكت اللي هو الفاعل وطبعا الفاعل هنا لازم يكون متوافق مع مين مع الفاعل تمام يعني ان لو بدأ بام يبقى لازم يكون الفاعل هنا ايه لو is يبقى هي او شي او ايت او اي اسم افرد لو are يبقى you او we او they او اي اسم ايه جمع وهكذا في الماضي برضه بعد كده تكملة السؤال وعلامة ايه استفهام تمام طبعا التكملة دي اكيد هتبقى واحد من الحاجات دي اللي هي بيجي جاب لها verb to be سواء حرف جر او ضمير او رقم او صفة او اسم ايا كان تمام تعالوا ناخد امثلة شوف بيقول ايه المثال الاول is he Egyptian اه يعني هل هو مصري لاحظوا هنا ان احنا قلنا is عشان الفاعل كلمة he مفرد فقلنا is he Egyptian اه وفاكرين يا جماعة ان verb to be ده بيجي جاب ل ايه احيانا قبل الصفة قبل ايه الصفة فهنقول is he Egyptian يعني هل هو مصري الاجابة هتكون be is او no لو احنا جوابنا be is نعمل مقص على طول ما بين الفاعل المساعد والفاعل فنقدم الفاعل على الفاعل ايه المساعد ماشي في الاسبات وننزله زي ما هو فهنقول yes he is طيب في النافي هنعمل ايه هنجاوب ب no تمام ومننساش بعديس وننحط كما وهنعمل مقص برضو بس is هتبقى isn't منفية لان no لازم تكون اجابتها منفية فهتبقى no he isn't no he isn't تشوف المسال اللي بعد كده التاني صيغد الجمع where you at home where you at home هنا السؤال ده في الايه في الماضي عشان هنا where في الماضي وهنا قلنا where ما قلناش ووضع عشان you جمع where you at home طبعا هنا where جاءت كاحد انواع verb to be او اقسام verb to be قبل حرف جر اللي هو at تمام هل كنت في المنزل او هل كنتم في المنزل لو انا كنت هقول ايه هقول yes ومننساش تحولات السؤال كلمة where you بتتحول ل I was هقول yes I was طب لو انا ما كنتش هقول ايه no I wasn't no I a wasn't اوكي تمام يلا بينا ناخد بعض التمارين عشان نطبق على verb to be المسال الاولان بيقول ايه space طبعا space اللي هي النغة space he a doctor هل هو يكون دكتور نلاحظ جماعة مع بعض ان احنا بنختار verb to be على حسب مين الفاعل اللي مدهول في الجملة تمام فهنا he مفرد فهاتب ايه is الاجابة الصحيح هاتب هنا ايه is is he a doctor number two مثال الثاني I space very hungry عايز اقول انا جوعان جدا هنا I هتاخد ايه جماعة are or is or am طبعا هتاخد ايه am I بتاخد ايه am بعد كده number three she space at the restaurant she space at the restaurant she space at the restaurant يا ترى هنقول شي ايه was were weren't شي مفرد هتاخد ايه من verb to be في الماضي من دول طبعا هاتب الاجابة was was تمام number four they space at the hospital yesterday هنا يا جماعة فيه كلمة بتدل على الزمن الماضي اللي هي كلمة ايه yesterday فلما يديني verb to be زي كده مختلط ما بين المضارع والماضي فاحنا لازم يا جماعة نشوف tense indicator او الكلمة تدل على ايه الزمن في الجملة يا ترى هي مضارع ولا ماضي هنا فيه yesterday بتدل على الماضي فعشان كده هنقول زي يا ترى زي ايه are or where or wasn't طبعا هنقول where where ما ينفعش هنا نقول are لان الجملة في الماضي تمام وطبعا wasn't today بتيجي مع المفرد وهنا زي جم بعد كدنا number five space they at home هنا زي جم فهتاخد ايه يا ترى was ولا is ولا are طبعا الاجابة الصحية هتبقى are are they at home number six space she is in the garden يا ترى هتاخد ايه am ولا where ولا was طبعا هنا كلمة she مفرد فهتاخد was was she in the garden number seven space they in the bedroom يا ترى am ولا where ولا was هنا عندنا كلمة زي جم فعايز اقول هل كانوا في حجرة النوم فهتبقى ايه طبعا الاجابة الصحيحة where where they in the bedroom number eight it space an apple it مفرد يا ترى هتاخد ايه where ولا are ولا is طبعا هتبقى ايه جماعة is okay number nine جملة التسعة والاخيرة في درس النهاردة you space a good student عايز اقول انت طالب شاطر او جيد يترى you ايه تاخد am you طبعا من دمر الجم you am ولا are ولا is سمع طالب شاطر بيقول you are you are you are a good student تمام وبكده يبقى خلصنا اول نوع من الافعال المساعدة اللي هو verb to be هناخد بعد كده ان شاء الله في الحلقات القادمة هناخد verb to do and verb to have تمام thank you for watching and good bye